الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعل بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الترجمة هي نظير الترجمة التي قبلها قوله رحمه الله باب قول الله تعالى أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ فإن الترجمتين كلاهما في ذكر البراهين والدلائل على بطلان الشرك واتخاذ الشركة والأنداد مع الله عز وجل ومقصود الترجمتين إقامة البراهين في الرد على كل من يشرك بالله أيًا كان متعلقه في شركه بالله سبحانه وتعالى والأحاديث التي مرت في الترجمة الأولى تتعلق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام مع شرفه العظيم ومنزلته العلية وأنه خير عباد الله وأفضلهم والسيد ولد آدم أجمعين مر معنا ما يتعلق بشأنه ومقامه في أمر العبادة وما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى مر معنا قول الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أمر الخلق المقصود الأمر أمر الخلق هداية أو ضلالا فلاحا أو خذلانا عزا أو ذلا نصرا أو هزيمة موتا أو حياة هذا أمره لله وحده ليس لك من الأمر شيء فكان مقصود الترجمتين واحدا في إبطال التعلقات تعلقات من يشرك بالله وكان المثال في الترجمة الأولى فيما يتعلق بمقام الأنبياء ذكر المثال على ذلك في خيرهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمة تتعلق بمقام الملائكة مقام الملائكة والملائكة كما لا يخفى مكانتهم علية وشانهم عظيم ودرجتهم عند الله سبحانه وتعالى رفيعة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أعطاهم الله عز وجل قدرة وأعطاهم قوة وأعطاهم كبرا في الأجسام نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لها رأيت جبريل وقد سد الأفق يعني من عظم خلقه وله ستمائة جناح ملك الجبال قال لنبينا عليه الصلاة والسلام لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين في مكة فأعطاهم الله قوة وأعطاهم قدرة ومع ذلك مقامهم مع ربهم وخالقهم هو مقام الضعيف مقام الفزع الخائف حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فأراد أن ينبه بهذه الترجمة حتى إذا فزع عن قلوبهم ما يتعلق ب بطلان عبادة الملائكة مع ما أوتوا من القوة والقدرة وضخامة الأجسام والمكانة والمنزلة وغير ذلك بطلان عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى والآن لما يذكر التوحيد والتحذير من الشرك فأنه لا أحق لأحد لا أحقية لأحد كائنا من كان في العبادة يقولون مثلا في لا إله إلا الله وحده لا شريك لله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل دائما تقال هذه الكلمة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما فالترجمة الأولى في النبي المرسل والثانية في الملك المقرب وإذا وضح بالدليل ما يتعلق بالنبي المرسل والملك المقرب فمن دونهما من بابه أو لا فالترجمة الأولى تتعلق بالنبي المرسل وهذه الترجمة تتعلق بإلا الملك المقرب وأن كل منهما أعني النبي المرسل والملك المقرب لا حق لهما في العبادة العبادة حق لله رب العالمين في أمور يسيرة من حقوق الله يغضب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجعلتني لله ندا وفي رواية عدلا حق الله لله ليس للأنبياء فيه شركة ولا للملائكة فضلا عن من هو دونهما إذا لما بيّن الشيخ رحمه الله في الترجمة الأولى ما يتعلق بالنبي المرسل والترجمة الثانية ما يتعلق بالملك المقرب التي هذه فإذا من دونهما يكون من بابي أو لا قول الله عز وجل حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير لابد أن نعلم هنا هذه الآية هذه الآية في سورة سبا جاءت في أي سياق ما السياق الذي جاءت فيها الآية لا بد أن نعرف ذلك حتى يتضح لنا مقصود الترجمة فلو قرأت ما قبلها تجد أن السياق في بطال الشرك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هذا الآن مقام أو سياق بطال الشرك اتخاذ الأندات قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم استمر السياق في البراهين براهين التوحيد فإذن قول حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جاءت في سياق ماذا في سياق بطال الشرك والرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء والأنداد أم اتخذوا من دون الله شفعاء الذين يتخذون الشفعاء يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله فالسياق في رد عليهم رد على هؤلاء والآيات بمجموعها بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إلى قوله وهو العلي الكبير يصف بعض أهل العلم وممكن نقرأ ذلك أيضا في المسائل التي ذكرها الشيخ في آخر المسائل وصف هذه الآيات بأنها خلعت شجرة الشرك من أصولها الشيخ يقول ماذا قيل في المسائل عندك مسائل حتى إذا فز عن قلوبهم وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وقيل أنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب يعني هذه الآيات مثل ما عبر عنها أهل العلم وأشار الشيخ رحمه الله أنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها قطعتها من عروقها كل ما يخطر ببال مشرك أنه يتعلق به جاء في هذه الآيات من سورة سبا اجتثاث له وقطع له ما أفقت لمشرك متعلق وحتى يتضح الأمر في تقرير الاستدلال من الآية يقال إن من يستحق أن يدعى لابد أن يكون عنده ملك استقلالي في هذا الكون ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا فنفى الله ذلك عن كل من يدعى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض لا قليل ولا كثير كل من يدعى من دون الله ومن ملك شيئا قليلا أو كثيرا فإنما ملكه بتمليك الله إياه ليس ملكا استقلاليا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذه الآن الأمر الأول إذا انتفى من يدعى لا يملك لا يملك شيئا استقلالا إطلاقا يقال لهم هناك منزلة أنزل من هذه إن كانت موجودة استحق أن يدعى إن لم يكن مالكا لو كان شريكا للمالك عنده مشاركة ولو في شيء قليل للمالك لو كان لو مشارك المالك ولو في شيء قليل استحق أن يدعى هذا المتعلق الثاني قال الله عز وجل في إبطاله وما لهم فيهما من شرك لا يملكون استقلالا ولا أيضا لهم مشاركة في الملك ولا في قليل وما لهم فيهما الضمير عائد على السمات والأرض وما لهم فيهما من شرك يعني ما لهم أي شركة في الملك ولا قليل إذن لا مالك ولا شريك المالك هناك أمر ثالث إن وجد استحقا يدعى من وجد فيه لم يكن مالكا ولا شريكا في المالك هناك أمر ثالث أن يكون عوين للمالك يحتاج المالك في معاونته لا مالك ولا شريك لكنه يعين المالك قال الله عز وجل في نفي الأمر الثالث وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ضهير أي من عوين فأبطل الله عز وجل المتعلق الثالث إذن الآن بطل ماذا ثلاث متعلقات للمشرك الأول لا مالك الثاني ليس شريكا للمالك الثالث ليس عوينا للمالك وهذا في قوله وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ضهير أي من معين إذن هذه الثلاثة الآن يقال أيضا هناك أمر رابع إن وجد أيضا استحق أن يعبد بوجوده وهو أنه يملك شفاعة ابتدائية عند المالك ما معنى ابتدائية يعني يشفع لمن شاء بدون إذن المالك وبدون رضاء المالك عن المشفوع له ابتداء يملك أن يشفع قال ولا تنفع السفاعة هذا ابطال الأمر الرابع ولا تنفع السفاعة عنده ولا تنفع السفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع السفاعة عنده إلا لمن أذن له هذا ابطال الأمر الرابع ما حد يشفع بدون إذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يسفى عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني سفاعتهم سيئة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يساء ويرضى يأذن للسافع ويرضى عن المسفوع له ولا يسفعون إلا لمن ارتضى ولا يسفعون إلا لمن ارتضى والآيات في هذا المعنى كثيرة إذن هذا إبطال للأمر الرابع ولا زال السياق أيضا في إبطال الشرك الآن قطع هذه المتعلقات واحدا تلو الآخر يعني لما تقرأ قل ادعوا الذين زعمتم الآن إبطال للشرك إبطال للشرك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الإبطال الأول لا يملكون مثال درة في السماة ولا في الأرض الثاني ما لهم فيهما من شرك الثالث ما له منهم من ظهير الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه كلها يعني ذكرة ذكرا مرتبا في قطع في قطع كل ما يخطر ببال المشرك أن يتعلق به ولهذا قالوا في هذه الآية إنها اجتثت عروق وأصول شجرة الشرك يعني كل ما يخطر ببال المشرك أنه يتعلق به جاءت هذه الآية في سورة سبا في إبطاله ثم يبقى أمر في السياق وهو الذي لأجل أورد الآية المكانة مكانة بعض المخلوقات ومنزلتهم في العبادة في القرب من الله الملائكة مقربون ملائكة مقربون وصفهم الله بذلك مقربون من الله ولا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم عباد مكرمون وفي الوقت نفسه أعطاهم الله قوة وضخامة في الأجسام وقدرة شعظيمة جدا أعطاهم فهذه القوة هذه القدرة لو التفت إليها قلب الإنسان ربما وجد عنده ماذا ماذا تعلق بالملائكة يقال انتبه هؤلاء الملائكة مع هذه القدرة ومع هذه المكانة ومع هذه المنزلة انظر حالهم مع الله يقرأ هذه الآية انظر حالهم مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم هذا الفزع متى يحصل للقلوب إذا تكلم الله بالوحي سيأتي الحديث إذا تكلم الله بالوحي يصيب الملائكة فزع عظيم وليس هذا فقط بل غشي يغش عليهم لما يتكلم إذا تكلم الله بالوحي سبحانه وتعالى يصيب الملائكة فزع يصيب قلوب الملائكة فزع عظيم وهذا فيه إثبات قلوب للملائكة وأنه وأن هذه القلوب قلوب الملائكة يصيبها فزع عظيم جدا عندما يتكلم الله بالوحي ثم تخر الملائكة صائقة خضعانا لقول الله تخر صائقة خضعانا لقوله وسيأتي معنا أيضا لما يتكلم الله بالوحي السماوات يصيبها رعدة السماوات ترتعد يصيبها رعدة فإذا زال الغشي بعد أن ينتهي الرب من التكلم بما تكلم به إذا زال الغشي عن الملائكة التي تصيبهم عند سماعهم لكلام الله بالوحي إلى جبريل عليه السلام يحصل ماذا ما قال الله هنا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم ويقومون من الغشي ويقولون ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم أصابهم غشي لما تكلم ماذا قال ربكم فيقول بعضهم لبعض يقول بعضهم لبعض قالوا الحق قالوا الحق لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله الحق قوله الحق كما قال الله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ما ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والعزيز الحكيم فقوله الحق سبحانه وتعالى فيقولون قال الحق ما يدرون ماذا قال لكنهم على يقين بماذا فإذا قال بعضا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير ختم هذا السياق بهذين الاسمين ختم هذا السياق الذي هو في تقرير التوحيد وإبطال الشرك بهذين الاسمين العلي الكبير مثل ختم آية الكرسي بالعلي العظيم مثل ختم آية الكرسي بالعلي العظيم العلي هذا اسم له برهان عظيم في باب العبادة وأنه وحده المعبود بحق سبحانه ولا معبوده بحق سوى العلي أي الذي العلي أي الذي له العلو المطلق الذات والقدر والقهر العلي ذات كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى العرش هو سقف المخلوقات وأرفعه فوق السماوات وأخبر سبحانه وتعالى بعلوه على عرشه واستوائه عليه استوان يليق بجلاله وكماله في سبع آيات من القرآن الكريم فهو علي ذاتا وعلي قهرا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده والقاهر فوق عباده فهو العلي قدرا ذاتا وقهرا وقدرا ولهذا أيضا في مقام إبطال الشرك في سورة الزمر قال ما قدر الله ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون والكبير هذا الاسم العظيم من اسماء الله يدل على أن رب العالمين لا أكبر منه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما كان يدعوه للإسلام والحديث في المسند قال يا عدي ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله يا عدي ما يفرك أي يفرك أن يقال الله أكبر وهل أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله فالكبير يدل على أن الله عز وجل لا أكبر منه سبحانه وتعالى لا أكبر منه وهنا تنتبه القلوب لما تقرى هذين الاسمين علو الله وكبر الله عز وجل الكبير سبحانه وتعالى أن التفات القلب لما يلتفت القلب إلى علي إلى عظيم إلى شيء كبير إلى شيء معظم في نفسه ما هناك أعظم من رب العالمين ولا أكبر من رب العالمين ولا أعلى من رب العالمين سبحانه وتعالى فكل عليا يقدر الناس له علوا أو مكانة أو عظما أو منزلة فالله أعلى وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى فلا يلتفت بالقلب إلا إليه ولا يلتجأ إلا إليه ولا يدعى الله ولا يسأل الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وهذا مقصود الآية في السياق الذي جاءت فيه مقصود الآية تقرير أن العبادة حق لله وأن الملائكة فضلا عن من دونهم لا حقية لهم في العبادة لا حقية لهم في العبادة حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير أظن في لعلكم تذكرون أني أظنها في سورة سبا في آخرة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون يعني بالجن فهذه براءة الملائكة هذه براءة الملائكة من عابدهم ويصفون الملائكة هؤلاء بأنهم عبد أهل الجن لأن الجن والشياطين هم الذين دعوهم إلى هذا الشرك ودعوهم إلى هذه التعلقات بالملائكة أو بغير الملائكة إذن هذه الآية جاءت ماذا جاءت تبطل الشرك والتعلق بالصالحين المقربين تعلق بالصالحين المقربين ذوي المكانة العالية الرفيعة يقال هذه منزلة الملائكة والله ذكر شأنهم هذا لنعرف في سياق في القرآن في إبطال الشرك أن الملائكة ليس لهم أي حقية في العبادة أو حقوق الله عموما أو صفات الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نعم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواسي بن سمعان ما زلنا في الآية الأولى الآية التي بدأ بها أو جعل عنوان للترجمة إذا كان هذا شأن الملائكة بدلالة هذه الآية إذا كان هذا شأن الملائكة مع ما هم عليه من ماذا من قدر ومنزله ومكانه وقوة وقدرة وغير ذلك مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى لا يجوز دلة الآية لا يجوز أن يصرف لهم شيء من عباده أو أن يتجه إليهم بالدعاء والسؤال ونحو ذلك فمن دونهم من بابي ماذا من بابي أولى من دونهم من بابي أولى من الأموات والأصنام والأحجار والأشجار وغيرها مما يتعلق به الضلال والجهال ثم بعد الآية التي ترجم بها أورد في هذه الترجمة حديثين الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث النواس رضي الله عنهما وكل من الحديثين مفسر للآية إذا أردت شرح تفسير الآية اقرأ الحديثين فكل منهم مفسر الآية ولهذا لو رجعت إلى كتب التفسير بالماثور مثل تفسير بن كثير وقبل تفسير بن جرير وأمثالها من كتب التفسير تجدهم يذكرون هذه الأحاديث لأن طريقتهم في التفسير يذكرون الأحاديث ماذا المفسرة فهذه أحاديث مفسرة للآية مبينة لمدلولها ومعناها قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ما معنى قضى الله الأمر في السماء أي تكلم سبحانه وتعالى بما أرد سبحانه وتعالى وجوده أو وقوعه أو كونه مثل ما جاء في الرواية رواية أخرى للحديث أو في حديث آخر قال إذا تكلم الله بالوحي إذا تكلم إذا تكلم الله بالوحي وفي حديث النواس الآتي إذا راد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي فإذا قول إذا قضى الله الأمر في السماء يعني إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه شاء وجوده شاء وقوعه يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يسمعه من الملائكة فقط من جبريل لأنه الموكل وذلك بأن يوحي إلى جبريل جبريل عليه السلام وهذا سيأتي معنا ذكر جبريل في الحديث النواس فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بالوحي حتى إذا تكلم ونفس جبريل أيضا يصيبه ما يصيب الملائكة وأكبر الملائكة وأشرفهم وأعظمهم ثم يسمع جبريل يرفع رأسه يكون أول من يرفع رأسه فيكلمه الله من وحيه بما أراد عند هذا القضاء وهذا التكلم في شيء من الأمر في 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 السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله أي يصيبها هيبة وخوف وخضوع لله عز وجل فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي قول الله سبحانه وتعالى لأن الملائكة عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي يصيبهم ماذا رعدة يصيبهم خوف يصيبهم فزع يصيبهم هيبة ثم على إثر ذلك أيضا يصيبهم غشي كما سيأتي في الحديث الذي بعد خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان كأنه سلسلة على صفوان الصفوان الحجر الأملس كأنه أي الصوت سلسلة على صفوان الصفوان الحجر الأملس ينفذهم ذلك ينفذهم أي الصوت ومعنى ينفذ ينفذهم أي يخلص إليهم ويدخل ذلك القول إلى قلوبهم ذلك الصوت ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع يعني أزيل هذا الفزع عن قلوب الملائكة وأزيل الغشي الذي أصابهم قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيجيب بعضهم بعضا قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا الحق لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قوله الحق ولا يقول إلا الحق وهو سبحانه الحق المبين قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابع بدد أي فرق بين أصابع فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا مسترق السمع هكذا ما معنى هكذا؟ يعني بعضه فوق بعض يصعدون وصفه سفيان بكفه فحرفها أي كفه وبدد بين أصابع يفرق بين أصابعهم فيسمع الكلمة من هو؟ أعلى واحد فيهم يعني يصعدون بعضهم فوق بعض واحد فوق الآخر واحد فوق الآخر إلى أن يصل إلى مكانه في العلو يسمعون الصوت بين الملائكة الذي يدور بين الملائكة فربما سمع الكلمة وربما أدركه الشهاب قبل أن يسمع الشهاب ماذا يصنع به؟ يحرقه حرقا ما عنده مشكلة ينحرق ما عنده مشكلة المهم يضل بني آدم انتبه انتبه ما عنده مشكلة ينحرق يهلك يهلك يموت ما عنده مشكلة المهم أن يضل الإنسان يضل بني آدم كل هذه المخاطرة التي يفعلها الشياطين عادنا الله والمسلمين وذرياتنا منهم كل هذه المخاطرة من أجل ماذا؟ اضلال بني آدم يلتقط كلمة واحدة يكذب معها مئة حتى يعلق حتى يعلق الناس بالكهان والسحرة ويجعلهم يقتربون منهم ويصدقونهم ويقبلون أقوالهم يخاطرون مخاطرة عجيبة هلاك موت موت محقا الذي فوق يدركه الشهاب يحرق ويحرق من 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 يهلكون يحرقون حرقا ما يهمه ما ما يهمه هذا الذي يحصل له في سبيل أنه ينتقط كلمة واحدة من من الذي يتكلم به الملائكة في السماء حتى يلقيها وجاء في الصحيح عن عائشة قال إن الملائكة تنزل في العنان يعني السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم من عند أنفسهم قال فيسمع الكلمة يسمع الكلمة من هو هذا أعلى واحد في المسترقين أعلى واحد ثم يلقيه الذي تحته والذي تحته الذي تحته وهكذا يلقيها بعضهم لبعض حتى الأسفل منهم يذهب إلى الكهن يلقيها إليه يلقيها إليه قال فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكهن إذن هذه المخاطرة عملية مخاطرة شديدة جدا يفعلها الشياطين من أجل تقريب الناس إلى السحرة والكهان وربط الناس بالسحرة والكهان وربط الناس بالسحرة والكهان هو فصل لهم عن ماذا عن روح الدين العقيدة والتوحيد فصل لهم عن العقيدة والتوحيد وهذا وهذه أعظم بغية للشيطان أعظم بغية للشيطان أن يبعد الناس عن التوحيد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى رب العالمين قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب يعني هو الآن لما يصعد مخاطرا عنده احتمال أنه يهلك عنده احتمال أنه يهلك ولا يأخذ شيء أي كلمة وعنده احتمال أنه يأخذ كلمة أيضا وسيهلك يلقيها ثم يهلك ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة يعني يبدل نفسه هلاكا واحتراقا في سبيل أن الناس يقتربون من السحرة ويقتربون من الشياطين لا بد أن يفهم المسلمون هذا الحديث ولا بد أن يفهمون هذا المعنى حتى يدركوا أن هذا الذهاب للسحرة والذهاب للكهان هو مراد الشيطان هو بغية الشيطان هو ما يهلك الشيطان نفسه هلاكا في سبيل أن يحصل من بني آدم وفي الوقت نفسه هو سخط للرحمن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد سيأتي عند المصنف ترجمة خاصة بذلك قالوا ربما ألقاها قبل أن يدركه قبل أن يدركه ما هو الشهاب قبل أن يدركه الشهاب يعني النجم الذي يرمى بالشياطين رجوما للشياطين فيكذب معها مئة كذبة يكذب معها مئة كذبة من الذي يكذب نعم من الذي يكذب معها مئة كذبة نعم ممكن يحتمل ممكن يكون الشيطان هذا الذي في الأسفل يذهب بهذه الكلمة الواحدة ويكذب معها مئة يعطيها للكاهن يعطيها للكاهن ماذا جاهزة بالكذب يعني ما يحتاج يكلف الكاهن يكذب أشياء ويفكر فيه يكذب يعطيها جاهزة بالكذب معها ويحتمل أنه يعطيه الكلمة هذه الواحدة التي استرقت والكاهن هو الذي يكذب معها مئة كذبة فيكذب معها مئة كذبة إما هذا المسترق أو الكاهن فماذا يحصل حينئذ للناس المرة الواحدة التي قال وصارت صحيح وقع مثل ما أخبر ماذا يقول الناس يتذكرون دائما تلك المرة الواحدة أما الكذب الكثير هذا ما يذكرونه ولا يتحدثون ولهذا تجدهم كما جاء في الحديث يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا وقع مثل ما أخبر ما تذكرون في اليوم الفلاني قال لنا كذا وحصل مثل ما أخبر يذكرون هذه المرة الواحدة التي فيها صدق سلمت و مئة كذبة هذه ينسونها يقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا يعني يحصل في اليوم الفلاني كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة أي الواحدة التي سمعت من السماء مع الكذب الكثير الذي مزج بها هذا ما يلقي له الناس اهتمام ولا ينظرون إليه فيصدق بتلك الكلمة ما معنى بتلك الكلمة الباء هنا ما هي سببية يعني بسبب تلك الكلمة فيصدق ما معنى يصدق يعني يصدق دائما في كل ما يقول هذا معنى يصدق فيصدق أي يصدق الكاهن دائما في كل ما يقول بسبب تلك الكلمة التي سمعت من سمعت من السماء التي سمعت من السماء سيأتي معنا قول المصنف رحمه الله في المسائل في قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة تعلق النفوس بالباطل فهذا ضعف الناس وجهلهم إلا من عصمه الله ونجاه وفهمه التوحيد يسأل الله عز وجل أن يفهمنا أجمعين التوحيد وأن يعلمنا التوحيد وأن يرزقنا تحقيق التوحيد بمنه وكرمه قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في ضبط سمعان بكسر السين عندك مضبوطة ولا غير مضبوطة بماذا بفتح السين نعم حسن الله عليكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ينظر الآن في بعض الشروحات أو بعض المصادر في ضبط الاسم بالحروف ضبطه بالحروف يعني بكسر السين أو بفتح السين يراجع قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أو رضي الله عنهما لأنه والده صحابيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي تكلم بالوحي قال أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة شك الراوي أخذت السماوات أي أصابها أصابها رجفة أصابها رعدة الرعدة هو الرجفة التحرك والاضطراب وهذا يحصل لمن الخايف الخوف الشديد يرعد يرعد يصيب جسمه رعدة رجفة فالسماوات يصيبها رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله خوفا من الله عز وجل وهذا فيه أنها تحس وتعرف ولهذا مثل هذه الأشياء أو هذه الصفات نثبتها هذه الصفات نثبتها في ضوء أدلة مثل قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن مثل قوله فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها فمثل هذه الصفات للجبال للسماوات للأرض في ضوء الأدلة نؤمن بها كما أخبر الله وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا هذه مخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ما يقال هذا بلسان الحال وإنما حقيقة حقيقة كما أخبر الله ولما قال الله تسبح نقول تسبح ما يقال تسبح بلسان حالها بل تسبح قولا الصحابة رضي الله عنهم سمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام قال خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات من هم الملائكة إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجده أي يحصل أمرا يحصل لهم حين تكلم أمرا الصعق وهو الغشي والأمر الثاني السجود السجود وهذا فيه عظمة الله عز وجل وعظم خوف الملائكة عظم خوف قلوب الملائكة من الله سبحانه وتعالى رب العالمين فإذا سمع ذلك سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أي أجمعين وخروا لله سجدا إذا كانت إذا كانت السماوات السماوات العظيمة الواسعة الكبيرة يصيبها عند تكلم الله بالوحي الرجفة أو الرعدة الشديدة والملائكة يصيبهم ماذا الصعق فهذا من براهين التوحيد هذا المقصود هذا من براهين التوحيد أنه لا يلجأ إلا إلى من إلى الله لا يلجأ إلى أي شيء كبير في هذه المخلوقات إلا الكبير المتعال رب العالمين كما ختمت الآية وهو العلي الكبير لا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى مهما عظم شيء في قلب الإنسان من حيث القدر من حيث القدرة من حيث القوة من حيث المكانة مهما عظم لا يستحق هذا المعظم أو الذي عظم في قلب الإنسان قدره أو مكانته أو قوته أو غير ذلك لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى فإذا كانت السماوات على عظمتها ترجف عند تكلم الله والملائكة تصعب فهيبة وخوفا من الله فهذا برهان على أن التعلق بهم أو بغير المخلوقات من أبطل الباطل وأضل الضلال وأن التعلق والانتجاه إنما يكون إلى الله عز وجل الذي بيده زمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل وإنما وإنما كان هو أول من يرفع رأسه لأنه السفير السفير بين بين الله وبين رسله وهو الأمين كما وصد الله أمين الله على وحيه قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد هذا فيه أن الوحي من الذي يسمعه من الله جبريل كلمه من الوحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة ينزل فيمر على الملائكة كل ما مر بسماء سأله ملائكتها كل سماء لها ملائكة كل ما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل يعني يقولون قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل أي من سماء أو أرض ينتهي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى إذن الآية التي صدر بها حتى إذا فز عن قلوبهم وهذان الحديثان المفسران لها فيها تقرير أن الرب العظيم سبحانه وتعالى العلي الكبير شل في علاه الذي تصعق الملائكة خوفا عند تكلمه بالوحي وترجف السماوات ويصيبها رعدة شديدة عند تكلمه بالوحي لا يجوز لا شرعا ولا عقلا أن يجعل لها هذه الأشياء شركة مع الله أو مشاركة مع الله في العبادة بل العبادة حق لله عز وجل لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى لا يجوز صرف لغيره سبحانه وتعالى مهما عظم هذا الغير قدرا أو قوة أو مكانة أو جاها أو غير ذلك العبادة حق لله سبحانه وتعالى رب العالمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نعم وجدتم شيء نعم نعم ذكر الخلاف قال القاضي عياذ رحمه الله والنواس بن سمعان بفتح السين وسكون الميم كذا ضبطناه عن أكثرهم وضبطناه عن القاضي التميم عن أبي مروان بالفتح والكسر معا وكذلك عبد الله بن سمعان فأكثر الناس كذلك يقولونه مفتوحا وكذا ضبطه الشيوخ وسمعناه من كافتهم وحكى ابن مكي أنه غلط والصواب بالكسر وأخبرنا القاضي أبو علي الحافظ أن شيخه أبا بكر بن عبد الباقي والحافظ البغدادي كان يقوله بكسر السين وقال النووي كذلك في شرح مسلم يقال سمعان بكسر السين وفتحها سمعان وسمعان نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية قال فيه مسائل الأولى تفسير الآية أي قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم ومر معنا شيء من الكلام على معناها نعم قال رحمه الله الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب نعم وسبق أيضا بيان وجه كون هذه الآيات تقطع عروق شجرة الشرك من القلب يقصد الشيخ أن من يكرمه الله ويتفق في هذه الآيات من سورة سبع يقرأها ويتفق ويفهمها بإذن الله عز وجل تحدث في قلبه هذا المعنى إذا كان مبتلى بشيء من تلك الأمور التعلقات الباطلة تقطع من قلبه تقطع من قلبه ولهذا ما أحوج الناس أن يعلموا هذه المعاني العظيمة التي في ماذا في هذه الآيات من سورة سبع على الترتيب الذي مرت الإشارة إليه نعم قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله توضيح هذه المعاني واستخلاصها بهذه الطريقة لا أعلم حسب الطلاعي القاصر أحدا سبق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لاستخلاصها بهذه الطريقة والعلم عند الله نعم قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا أي الملائكة جميعا الحق يعني لا يقول الله إلا الحق علموا أنه لا يقول سبحانه وتعالى إلا الحق وهو العلي أي ذاتا وقدرا وقهرا والكبير الذي لا أكبر منه قال رحمه الله الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك نعم السبب أنهم يصعقون السبب أنهم يصعقون حين يسمعون الكلام فلا يفهمون شيئا فإذا زال عنهم الفزع سألوا عن ماذا قال الرب سبحانه قال رحمه الله الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا نعم جبريل يجيبهم لأنه هو الموكل بذلك لأنه هو الموكل وهو كما تقدم معنا أول من يفيق فيسمع وحي الله من الله مباشرة ثم ينزل به نعم قال رحمه الله الخامسة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل نعم هذا مر معنا في حديث النواس قال رحمه الله السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه نعم لأن مر معنا في الحديث لا يمر بسماء إلا سأله ملائكتها كلما مر بالسماء سأله ملائكتها نعم قال رحمه الله الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم نعم لأنهم كلهم يصعقون كل الملائكة يصعقون نعم قال رحمه الله التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى نعم هذا مر معنا في حديث النواس أصابت السماوات رجفة أو قال رعد شديدة قال رحمه الله العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله نعم هذا جاء معنا في الحديث فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله قال رحمه الله وهو الملك الموكل بذلك نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين استراق الشياطين لأنهم مثل ما تقدم في الحديث يركب بعضهم فوق بعض مخاطرين مخاطرة عظيمة فمن أجل أن يسترقوا كلمة مما يسمعونه بين الملائكة عندما يحدث الملائكة بعضهم بعضا نعم قال رحمه الله أثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا مثل ما وصف سفيان حرفيا يده وبدد بين أصابع قال رحمه الله الثالثة عشرة سبب إرسال الشهوب نعم سبب إرسال الشهوب هو رجوم الشياطين رجوم الشياطين عندما يصعدون للاستراق قال رحمه الله الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنث قبل أن يدركه نعم لأنه مر معنا في الحياة فربما أدركه الشياطين قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها وهذا فيه كما تقدم أن الشياطين تخاطر بأرواحها مخاطرة عظيمة جدا في سبيل إغواء بني آدم قال رحمه الله الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان فلا يغتر بالصدق لا يغتر بالصدق لأن هذه البعض هو من هذه الكلمة التي استرقت وأتي بها إليه فلا يجوز أن يصدق الكاهن بهذه الكلمة الواحدة وينسى الكذب الكثير الذي عنده قال رحمه الله السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة كونه يكذب معها مئة كذبة أو كذبة ليروج ليروج على الناس الضلال والكذب والباطل قال رحمه الله السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لعلها يصدق أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يعني الناس كيف يغتروا به وأصبحوا يصدقون كذبة إلا بهذه الكلمة الواحدة ولهذا يقولون أليس قال وقت كذا كذا وكذا أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء نعم نعم هذا قصور كثير من الناس وجهلهم وضياعهم وضعفهم يقبلون الباطل يعني يقبلون الباطل بمثل هذه الطريقة في ترويج الكهنة له يصدقون مرة واحدة ويكذبون مئة فبالصدق مرة واحدة يروجون ماذا ويروج هذا الباطل على خلق من الناس قال رحمه الله التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها أي الناس ما ينسونها الناس ما ينسونها يحفظون المرة الواحدة التي صدق فيها الكآن هذه يحفظونها ودائما ينشرونها بين بعض والشيطان هو الذي يدفعهم إلى ذلك ينشرونها أليس يوم كذا قال كذا ووقع فيلقيها بعضهم إلى بعض ويحفظونها ولا ينسونها ويستدلون بها دائما قال رحمه الله العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة إثبات الصفات خلافا للمعطلة مر معنا في هذه الحديثين سفة الكلام والعلو وأن كلام الله له صوت سبحانه وتعالى فمر جملة من صفات الله سبحانه وتعالى ففيها الرد على المعطلة قال رحمه الله الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل نعم يعني رجفة السماوات وغشية الملائكة هذا خوف من الله عز وجل خوف حقيقي وفزع حقيقي الملائكة تخاف والسماوات أيضا قال رحمه الله الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا أي الملائكة كما ذكر في حديث النواس رضي الله عنه نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفق ولي عهده اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولايت أمر المسلمين وأصلح شأنهم يا رب العالمين واجعلهم رحمة على رعاياهم ووفقهم يا حي يا قيوم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكربين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وعلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحق الدماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغررك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين شزاكم الله خير